هذا المتهم اللي كان برمزوله دائماً بإبستر إكس تكب جرائم غير عادية في تاريخ الولايات المتحدة الزابط طبعاً فرح بشدة وأخطر قياداته إن فيه سلط سامين أرسالاته السماء لينا إن أمريكا جت تحت رجلينها بعد سنين طويلة من عدم الاحترام وعدم التأدير لينا ولكن لما وصل مكتب النقب العام المساعد فوجه إن هناك قرار قد صدر بتسليم المتهم لأمريكا بطريقة لأراضية وكان في مكتب رئيس النيابة التابع للمكتب نقب العام المساعد ساعتها اللي هو المساشر هاشم قراعة انتبت حالة غضب للظابط اتخده ودخل به على المساشر هاشم قراعة قال له حكيلي إيه الحكاية بالظبط اللي حصل حكاله أنا قرامت بلد فوق كل شيء وأنا اللي تعرضت له بلدي دلوقتي بيمثل لي هنا وجارحة عميد جداً جداً كانت المفاجأة إن المساشر هاشم قراعة قال له اديني القرار بتاع تسليم المتهم وفوج الزابط بإن المساشر هاشم قراعة مسك قرار للتسليم وأمم الزاقه بإيده وقطعه وقال للظابط على فكرة أنا مش أقل منك وطنية وكتب ورقة تانية قال يتم حبس المتهم أربع تيام وعلى أن توضح الولايات المتحدة الأسباب التي تستند عليها البند الثالث قال إذا لم تقدم الولايات المتحدة ما تستند إليه في تسليم المجرم إليها يتم إطلاق صراح المتهم من محبسه اشتركوا في القناة